عجينة المطبق بحشوة السبانخ عجينة سهلة جدا بدون خميرة عبارة عن دقيق ومية ورشة ملح وشوية زيت بنسبها ترتاح شوية وبنفردها بنخليها رقيقة جدا وبنتنيها على اربع تانيات وبنعملها حشوة سبانخ السبانخ بعد اما بنفرمها بنحط عليها شوية ملح وبنعصرها كويس وبنحط عليها بصلة مبشورة وملح اللمون وسماء وملح وفلفل وبنخلط المزيج مع بعض كويس وبنحشي بيه الفطير